عند الحديث عن يوم المرأة العالمي في الثامن من أذار من كل عام لا يمكن الحديث عن نضالات وأنجازات المرأة في العالم دون ذكر المرأة السورية أم النضال وأم التحديات من خلال وقوفها جمبا إلى جم حماة الديار ضد الأرهاب تقدم أبنائها شهيدا تل والآخر وتفخر بشهادتهم في تأكيد على أن الحياة مستمرة وأن على هذه الأرض السورية ما يستحق الحياة ولأن المرأة السورية أم أخت وزوجة وبنت حماة الديار أبت إلا أن تكمل المسيرة التي أشعلها شهداء الخنساء السورية لم ولن تنسى أبنائها الأبطال ميامين الجيش العربي السوري الذين لم يبخلوا على أمهم سوريا بالدم ولبوا نداءها فالمرأة السورية برهنت خلال الأزمة على قدرتها وفعلياتها في جميع المجالات لتكون شريكا فاعلا في بناء المجتمع والنهوضة ولا يمكن أيضا نسيان نضالات وإنجازات المرأة الفلسطينية أم النضال وأم التحديات وصاحبة البطولات الكبيرة هذه المناسبة تأتي مع سمرار اندلاع انتفاضة القدس وسط مشاركة لافتة للمرأة الفلسطينية فيها جنبا إلى جنب مع الشبان المنتفض ضد جرائم الاحتلال وعادت هذه المشاركة إلى الأذهان مشاركة المرأة وبقوة في مراحل النضال الفلسطيني فكانت الشهيدة والأسيرة والجريحة وأم الشهيد وأم الأسير يوم المرأة العالمية والنساء السوريات والفلسطينيات يعانين من ممارسات الأرهاب وجرائمه ولكن المرأة السورية والفلسطينية تعتبران هذا اليوم فرصة لفتح جرائم الاحتلال والأرهاب أمام العالم الذي يتشدق بحقوق المرأة